من رحم المعاناة تولد أشياء كثيرة الثورة، الإبداع، والفن ففي بلد تكثر همومه مثل لبنان تكثر أيضاً فيه الإبداعات وستكون ضيفتنا في هذه القصة واحدة من أولئي المبدعين قبل أن ننتقل إلى الضيفة نتحدث قليلاً عن مادة البلاستيك والتي تشكل خطر بيئي ازداد مؤخراً في ظل تكاثر مخلفاته ولبنان يعاد من أحدى دول التي تعدي تركمات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والتي تفوق حجمها 300 ألف طن وتكلف البلاد مبالغ طائلة لأعدة تدويرها، فرزها والتخلص منها الفنانة كارولين شفطيني قررت مشاهدين تحويل واقع البلاستيك المؤذي إلى مادة يمكن استخدامها في تصاميمها الفنية وليس فاء ذلك فقط بل صنعت أكبر شجرة ميلاد بطول 28 متر وحطمت بذلك الرقم القياسي لموسوعة جينيس كما كان أيضاً لها إنجاز ثاني في مادة البلاستيك حققته من خلال تصميم أكبر هلال من الأخطية والقوارير البلاستيكية كما يبدو في هذه الصورة ودخلت أيضاً موسوعة جينيس وتمكنت من إخراج اليابان بعد أن غلبتها في صناعة أكبر هلال من مادة البلاستيك المعدة للتدوير منذ فترة قصيرة عادت كارولين شفطيني لكسر الرقم القياسي للمرة الثالثة بعدما سممت أكبر علم لبناني من العبوات البلاستيكية وبلغت مساحة هذا العالم حوالي 300 متر مربع وكان السبب في أن يكون لبنان أول دولة في العالم تدخل كتاب جينيس في فئة تصميم علم البلاد من المادة البلاستيكية دعونا نرحب بضيفتنا من بيروت الناشطة البيئية كارولين شفطيني كارولين أهلاً بك معنا في سكانيوز عربية ومبروك على الإنجاز الجديد الذي حققته في موسوعة جينيس لو تحدثنا قليلاً عن الفكرة لماذا اخترت البلاستيك في هذه التصاميم وفعلياً من أين كيف تستوحين الأفكار لحتى تقومي بهذه التصاميم مرحباً أنا كنت أول شي هيكي جمع البلاستيك من دون ما يكون عندي شي معين بعدين لقيت أنه أنا أدري أثر على مجموعة من الناس وما يكبوا البلاستيك تبعهم فقالت أنه ليه بدي أوقف وحبيت أول مرة عملت الكريسماستري رجعت عملت الهلال وهلأ بعد قصة الانفجار حسيت أنه لازم نحن يكون عنا شي بوزيتيف نعطيه للعالم وليش ما بكون أول حدا بيدخل لبنان للمرة الثالثة بجينيس ويرد ريكورد ومنرفع اسمه كاروليني اليوم المسألة هي ليست فقط مسألة تخلى لبنان في جينيس بوك أكيد ولكن أيضاً تقومين بالتوعية نشر التوعية وأيضاً تخفيف عبء البلاستيك إن كان بيئياً أو بالنسبة للسلطات اللبنانية التي تتكلف الكثير من إعادة تدوير هذه المادة اليوم كيف تتعامل مع كبيراً السلطات اللبنانية مع هذه المشاريع وكيف يكون أيضاً صداها مجتمعياً لكي لا ما في يقولك أن الدولة اللبنانية كثير عم تدعمني هذا شي مؤسف بس أنا كان عند مجموعة من الجمعيات مثل جرين كوميونيتي دعمتني بهذا البروجيه هي جمعية بيئية للصراحة أنا كثير مبسوطة أنه أنا عم كون سبب من أنه الناس يجمعوا هالأدى بلاستيك وما يكبوهم بالزبالة يعني إذا فيه 2-3 مثل هالأدى عم يعملوا مشاريع خاصة بالبلاستيك فينا فينا ننظف البيئة بطريقة حلوة ومهضومة ويكونوا العالم مبسوطين يعني إذا أنت بتقولي لهم للناس روحوا وخدوا البلاستيك على محل ريسايكل أمشور أنه 3-4 ما قلوا نجلعد بس لما بتقولي لهم أنه أنتوا راح تكونوا مشاركين بمشروع كتير حلو بيدخل لبنان بجينس ويرد ريكورد راح يتأثروا وهذا الشي اللي خلانا ما وقف يعني ما عم بقدر وقف طب بس كارولين أكيد هذا العمل بياخد مجهود كتير كبير مجهود بداية ووقت أكيد من أجل التحضير والتنفيذ وتكلفة في عائد مادة من خلال هذه المشاريع ممكن أعود على الأقل التكلفة تكلفة للإنتاج يعني لا ما في عائد مادة يعني أول شي جينس ما بيعطيكي مصاري لما بتربحي بس أنا مثلا بهيدا المشروع كنت طالبي سبونسور من جرين كوميونيتي لأنه بدنا سيليكون وبدنا نيلون وكان كتير في صعوبات بالمشروع العالم بينما بمشروع الهلال ما حدا دعمني أكيد عملته لحالي بمشروع الشجرة كان في بلدية تشكة كمان دعمتنا بالحديد بس آه هي ما بتعطينا مردود مادة يعني بس أنه فيه فيه فرح داخلي أنا بمشاريع أكيد بطبيعة حال أنت ناشطة يعني ما بتشوف أنه اليوم كمان عم بتحمسي شباب ليكونوا فولنتيرز أو متطوعين ليساعدوك بهذه المشاريع أكيد بدي إليك شي أنا صحيح أنه دايما اسمي يمكن هو اللي يشاع أكتر شي بس أنا لما ببلش ببروجيت بقول لكتير ناس أنه أنا بلشت وكتار بيجوا بيساعدونا بس هلأ من وراء كورونا وهيك ما كان عندك كتير ناس كان عندك شخصين أوقات بيساعدوني من ضيعت من مزيارة والبقية بيجوا يوم بلي بيجي كالشيف يوم بيجي مجموعة بس أنه ما كنا كتار يعني بس أنا أكيد بدي أوجه لهم شكر كبير يعني لو لهم ما كنت عملت ما كنت نجحت سؤال الأخير واتس ناكست شو المشاريع المقبلة تفضل في كتير مشاريع بس هلأ شوي بدي أرتاح بركة شي شهر شهرين بس ما بقدر وقف لأنه العالم حبين يجمعوا ما يكبوا البلاستيك وأنا حابة أعمل جمعية لإلي اسمها جمعوها ما تكبوها بس بتعرف الظروف بلبنان يعني بدي أنتر شوي لها يزبط وضع الدولار وهيك أنا عندي سؤال فضولي بالدقيقة المتبقية البلاستيك لما تعمل التصميم بيتم إعادة تدويره أو بيضل على هذا الشكل التصميم لأنه بعرف أنه في جمعيات أيضا بتجمع البلاستيك بتستخدمه لأمور أخرى بتتعلق مثل كرسي للمعاقين أو الذوي الهمم صحيح لكي بلبنان بطلوا يعملوا هيكي يعني بدل الطبقات بيعطوك شاز رولانت أو لا بس أنا بكل مشاريعي كنت عم بعمل دونيشن لكل البلاستيك لكيتس فرست أو لجمعية ليكوت يعني هني بيأخذوا البلاستيك بيعوون والفيتس باك بيروحوا لألون وفي جينس ويرد ريكورد أكيد بكل البروجيات اللي هي انفيرومنت لازم كلهم يروحوا على الريسايكابل نعم شكرا لضيفاتنا من بيروت الناشطة البيئية كارولين شابتيني ونتمنى لك طبعا كل التوفيق شكرا لأليك